نحن حسب الأدرات حطينا خطة نحن مشيين وفق الخطة نحن عرفانين أنه رايحين على وباء مع الشي اللي حقوله اليوم وعبر شاشة الميادين نحن رايحين على وباء ولكن بلبنان يعني ستزيد الأرقام ستزيد الأرقام ستزيد الأرقام يعني بتوصل للألف أو أكتر يعني هاو هي بأعتقد حسب المعطيات بالأسبوعين المقبلين نحن نحن نقول الأسبوعين هاو الأجواتين عفوا بس دكتور وباء يعني قدير رأم بس نطلب نحن فتنا به المرحلة أنا ما كفيت التعريف التعريف الأول فإذن بالوباء أنه هو بصير عدد الحالات أكتر من عدد الحالات المشخصة المعلومة المصدر والتاني عندما يتحول إلى انتشار مجتمعي يعني بصير واحد يلقط عدوى معارف كيف بالمجتمع نزل راح راح على السوق نزل على المطعم راح على المدرسة راح على الشغل راح على إدارة عامة لا أطلع عدوى وقتها بصير عنا الوكال ترنسميشن هل صار اسمه وباء يعني ما عدنا عم نحسب بالحالات فإذن نحن ما بين ما بين كونتينت منتل بالأول مع الهدد نحن هالمرحلة اللي عم نعيشها هاو الأسبوعين أديش من نقدر كأجهزة رقابية صحية اجتماعية أمنية نقدر نمدد هاي الفترة أديش من نكون نحنا متلائمين ومنسجمين مع أدراتنا آه دكتور لحظة أنتو بتكون تمددوا هذي الفترة وتلغوها ما فينا نلغوها أبدا ما فيك تلغوها أبدا ما فيك تلغوها أبدا أبدا وباء هو مثل الفلوانزا مثل اللي قريب يعني نحن رايحين على وباء ولكن تمديد هاي الفترة كتير مهم لحتى نكون مونسجمين مع أدراتنا مع تجهيزاتنا أدراتنا الطبية طبية طبية ومع أهم أهم عامل هو أنه نخلي الناس ببيوتها